مرحبا وطحياتي للجميع لماذا ديكارت هو أبو الفلسفة الحديثة؟ الجواب هو بمنتهى البساطة لأنه نقل الفكر الفلسفي إلى طور آخر إلى طور متقدم وذلك من خلال استبداله للمناهج القديمة العقيمة التي سادت لقرون طويلة خاصة في الفترة المدرسية اللاهوتية بمنهج جديد يمثل الخطوة الأولى نحو الحداثة ومنذ أن قال ديكارت عبارته الشهيرة المتمثلة في الكوجيتو الشهير أنا أفكر إذن أنا موجود وكل الفلاسفة الذين أتوا من بعده يضربون فيها طولا وعرضا وعمقا سواء تأييدا أو نقدا ولكي نعرف أكثر لماذا أقدم ديكارت على هذه الخطوة التجديدية علينا أولا أن نفهم الخلفية التي انطلق منها والمتمثلة بطبيعة الحال في الواقع الفكري للعصر الذي وجد فيه عصر ديكارت وباختصار شديد كان عصر بلبلة فكرية كانت الفوضى ضاربة أطنابها في مختلف الأبحاث الفكرية التي كانت تدور ما بين الاتجاهات الفلسفية القديمة حول معضلات الفكر آنذاك كان الفلاسفة والمفكرون يناقضون بعضهم بعضا من دون أن يملك أي فريق منهم حجة أو سند يقيني للأفكار أو للحقائق التي كانوا يقدمونها وكانوا أيضا يؤسسون آراءهم يؤسسون حججهم على مراجع قديمة على منهجيات قديمة عقيمة كمثل قياس الأرسطي الذي رفضه ديكارت ورفضه بيكون أيضا لأنه برأيهم لا يأتي بشيء جديد وإن فعلها وأتى مثلا بشيء سيتحول هذا الشيء إلى موضوع خلافي وسجالي وهذا يعني بشكل عام ما أدى إلى تشوش في الرؤية الفكرية وإلى ذلك التخبط العشوائي في الأفكار والأحكام في هذا الجو الملبب ظهر ريني ديكارت الذي كان دائما ما يميل ويجنح نحو الوضوح في كل شيء في الواقع ديكارت هو فيلسوف الوضوح بامتياز الوضوح في نظر ديكارت هو معيار حقيقة أي شيء بقدر ما يكون الشيء واضحا بقدر ما يكون مقبولا وصادقا وحقيقيا ديكارت في عصره نظر لنقل يمينا وشمالا ماذا رأى؟ لم يرى أي شيء يشي بالوضوح رأى مفهيم آراء رأى أفكار نتائج يشوبها الغموض غموض في الأحكام غموض في التعبير في اللغة المستخدمة غموض في المناهج غموض يلف كامل المشهد الفكري والفلسفي وهذا طبعا لا يرضي فيلسوف اتخذ كما قلنا من الوضوح معيارا له لذلك انتقد ديكارت كل هذه المعرفة الموجودة المشوهة والغامضة طبعا مشوهة وغامضة بفعل ارتكازها كما يرى على مناهج قديمة كانت سائدة آنذاك وأدت بالتالي إلى كل هذا الاختلاف في وجهات النظر وكل فوضى الآراء تلك سواء في مجال الفلسفة أو الدين أو حتى العلوم طبعا هنا أدرك ديكارت أنه لا مناص من تغيير هذا الواقع أو لا مناص من العمل على تغيير هذا الواقع الفكري المأزوم وهذا التخبط المعرفي طبعا من أجل الوصول إلى معرفة موثوقة ويقينية كان ديكارت يؤمن أصلا بوجودها لأنه كان يؤمن بقدرة العقل في الوصول إليها بوصفه المصدر الأساسي للمعرفة التغيير المنشود عند ديكارت لن يكون كما رأى بإضاعة المجهود والوقت في نقاش وتفنيد ما هو موجود مثلا من أفكار ومعارف مشكوك في صدقها ولذلك قرر ديكارت الذهاب مباشرة إلى الأصل إلى النبع قرر أن يتجه بحثه مباشرة للخوض أو للبحث في قضية المنهج باعتبار أن المنهج في نهاية الأمر هو المولد لكل الأفكار والمعارف وإذا كما اعتقد أنه إذا استطعنا مثلا تجاوز هذه المنهج القديمة أو إسقاطها واستبدالها بالتالي بمنهج صحيح يوصل إلى المعرفة الحقة نكون هنا قد أحدثنا فعلا تجديد حقيقي في عالم الفكر ولعدم ثقته طبعا بالمناهج الموجودة قرر تأسيس منهجه على مبادئ المنهج الرياضي الذي رأاه مناسبا لتطبيقه على الفلسفة لأن الرياضيات هي كما يرى ديكارت تتسم بالبداهة والوضوح وتتصف باليقين المطلوب ويمكن كما يأمل أنه إذا ما استخدمت الفلسفة المنهج الرياضي أن تصل هي الأخرى بدورها إلى حقائق ومعارف يقينية كما هو الحال في مجال الرياضيات أهم عملين ذهنيين في المنهج الرياضي يمكن برأي ديكارت الأتماد عليهما لتحقيق هذه المعرفة اليقينية هما الحدث والاستنباط الحدث الذهني هو رؤية وتصور عقلية أو رؤية عقلية تنقلنا مباشرة إلى الموضوع إلى المبادئ والأفكار البديهية يعني من دون أن تمر بنا بعمليات ربط أو اختبار للتأكد من صدقها ويقينها يعني كمثل ما هو موجود من بديهيات في الهندسة الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين هذا مبدأ بديهي لا نحتاج إلى اختباره أو ما شابه ذلك وإنما ندركه مباشرة بواسطة الحدث الذهني يعني من دون كما قلت أن نجري أي اختبار أو عمليات للتحقق من صحته أو كمثل يعني أن المثلث ذو أضلاع ثلاثة أو أن واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه كلهم مبادئ وأفكار نصد لها كما قلت مباشرة من خلال الحدث الذهني أما الاستنباط فهو أيضا وباختصار هو التفكير المنهجي المنطقي أو الاستدلالي الذي يدرك الرابطة الضرورية التي تربط بين بديهيتين يعني بين فكرتين توصلنا إليهما بالحدث وهكذا يعني برأي ديكارد إذا ما تسلح العقل بالحدث والاستنباط سيتمكن يعني كما يرى من الوصول إلى معرفة يقينية بناء عليه نشر ديكارد بعد ذلك كتابه الشهير مقالة في المنهج وعرض فيه منهجه الجديد وبوضع ديكارد لهذا المنهج الجديد أصبح يعتبر هو المؤسس الحديث للفلسفة أما ما هو هذا المنهج فكلمة السر فيه هي الشك قال ديكارد أريد أن أصل إلى نقطة ارتكازية يقينية أو إلى نقطة ارتكاز يقينية لكي أؤسس عليها معرفة صحيحة ولذلك سأفترض أن كل معارفي وكل أفكاري وكل آرائي مشكوك في صحتها وسأعود أو سأعيد اختبارها جميعا وذلك يتطلب أن أخرجها جميعا من العقل وأن أخضعها للشك وبعد ذلك سأعيد إدخال ما هو حقيقي وصادق ويقيني منها لكن لكي أضمن حسن سير عملية الشك هذا وسلامة نتائجها أنا بحاجة إلى منهج صحيح مؤلف من قواعد مؤكدة وبسيطة إذا ملتزمت بها بشكل دقيق فستساعدني على التمييز بينما هو صادق أو بينما هو صواب وبينما هو خاطئ وهكذا سيصل بهذا المنهج في النهاية إلى اليقين المنشود وهذا المنهج الصحيح لديكارت يقوم أو يرتكز على أربع قواعد أو خطوات هي البداهة التحليل التركيب والتحقق بشكل سريع وباختصار شديد تنص القاعدة الأولى وهي البداهة على عدم قبول أي شيء يعرض على عقلي ما لم يكن بديهي واضح ومتميز بحيث لا يدع لي أي سبب للشك بأمره طبعا البداهة التي يذكرها ديكارت هنا علينا أن ننتبه ليست البداهة الحسية أو المحسوسة بل هي البداهة العقلية القائمة على الحدس القاعدة الثانية هي التحليل وتوصي بأن أقسم المسألة محل الإختبار إلى أصغر أجزائها أو عناصرها وأن أبدأ بعد ذلك باختبار ومعالجة كل جزء على حدى يعني حتى يكون أمر حل المسألة ككل سهل القاعدة الثالثة هي قاعدة التركيب وتوصي أن أنظم أفكاري بطريقة يعني منظمة أن أنظم طريقة تفكيري فبعد أن قسمنا كما رأينا في القاعدة الثانية المسألة إلى أبسط عناصرها أو أجزائها هنا نبدأ بالانتقال من الأجزاء البسيطة أو الأبسط ارتقاءا إلى الأكثر تعقيدا طبعا بشكل منظم أو إذا أردتم نبدأ بالانتقال من الأجزاء المعروفة المبرهن عليها إلى الأجزاء المجهولة التي تحتاج إلى البرهنة وهذه القاعدة الثانية أو الثالثة هنا يعني تماما كما القاعدة الثانية يقومان على الاستنباط في مقابل القاعدة الأولى قاعدة البداهة التي تقوم على الحدث لاحظتم الأمر القاعدة الأولى البداهة توصي أن لا أقبل أي شيء إلا إذا كان يبدو بديهيا كيف يعني يبدو؟ يبدو من خلال رؤية مباشرة بحدث عقلي أما في القاعدتين الثانية والثالثة لا سأقوم بمعالجة واختبار الأجزاء عبر عملية رابط يعني عبر الاستنباط طيب القاعدة الرابعة هي قاعدة التحقق أو المراجعة يعني بكل بساطة أن أتحقق أول بأول من كل النتائج التي أتوصل إليها كي لا أكون نسيت شيء ما أو غفلت عن أمر ما أو أخللت مثلا في العملية المنطقية في مكان أو جزئية ما إذن نستنتج مما سبق أن الشك عند ديكارد هو شك مؤقت لماذا مؤقت؟ أنه يستهدف إعادة الإختبار من أجل كشف الفاسد من الأفكار والأراء الشك عند ديكارد يهدف للوصول إلى معارف صحيحة وليس شك بهدف تقويض المعرفة أو القول بعدم إمكانيتها الشك عند ديكارد هو شك منهجي وليس شك عشوائي أو شك لمجرد الشك أو شك بدافع من الهوس أو كيفما كان لا هو شك منهجي يتبع قواعد وأصول محددة بغية الوصول لليقين أما يعني إذا تكلمنا أيضا حول ما هي مثلا ثمرت وفوائد هذا الشك وهذا المنهج الذي قدمه ديكارد أولا منهج ديكارد هو وسيلة فعالة لاختبار كل معارفنا كل أفكارنا وذلك عبر غربلتها وإبقاء ما هو صحيح منها وإسقاط مثلا ما هو فاسد أو خاطئ ثانيا أعاد منهج ديكارد للعقل اعتباره طبعا من خلال التأكيد على قدرة هذا العقل على الوصول إلى المعرفة الصحيحة واليقينية بوصفه هو مصدرها الأساسي ثالثا أكد هذا المنهج على مركزية العقل بوصفه صاحب الحق في البت في أي حقيقة أو أي فكرة أو أي رأي أو أي حكم وبذلك لنقل أنهى هذا المنهج تسلط الأفكار والأحكام الجاهزة القادمة مثلا ما التلقين أو التوريث أو النقل أو الشيوع أو خلاف ذلك هذه أو مجمل هذه الأفكار التي مارست سلطة على العقل يعني كبلته في مكان ما وجعلته أسيرا لها مع منهج ديكارت انتهى هذا الأمر أو انتهى أمر سلطة هذه الأفكار على العقل لأن لا سلطة بعد الآن على العقل إلا للعقل وحده ولا قبول لأي فكرة مثلا يعني مهما كان مصدرها إلا إذا اجتازت بنجاح اختبار الشك المنهجي رابعا أقام منهج ديكارت الطلاق النهائي مع مناهج العصر الوسيط خامسا أذن هذا المنهج الجديد بانبلاج فجر العقل وحق هذا العقل في التفكير الحر والجريء من دون أن تحدد له منطلاقات ومسبقات جاهزة وأخيرا وهذا أمر مهم جدا وهو ما كان يهدف إليه ديكارت فهذا المنهج ذو الأربع قواعد جعل العلم والمعرفة في متناول الجميع في متناول كل الناس كيف؟ هنا علينا أن نعود للحلقة السابقة التي قدمتها عن ديكارت حول العقل السليم إذا تذكرون قلت أن ديكارت يعتقد أن العقل أعدى للأشياء قسمة بين الناس طبعا من حيث امتلاك الجميع القدرة على الحكم الصحيح وتمييز الحق من الباطل لكن الفارق ما بين عقل وآخر هو في طريقة استعمال العقل في المنهجية المتبعة أما العقل وإمكانية وصوله إلى نتائج سليمة وأحكام صحيحة فهذه كما يرى ديكارت قوة فطرية موجودة عند الجميع إذن اختلاف المناهج وفساد بعضها هو الذي أدى إلى كل هذه الفوضى في الآراء والفساد في الأفكار فإذن المشكلة كما يقول ديكارت ليست في العقل لا في العقل قوة فطرية يستطيع أي إنسان من خلاله أن يصل إلى أحكام صحيحة وإلى تمييز السيء من الجيد والحق من الباطل المشكلة أن هذا الإنسان يفتقد للمنهج الصحيح الذي من خلاله يستطيع أن يصل إلى هذه الأمور إذ لا يكفي كما يقول ديكارت أن نمتلك عقلا جيدا لأن الأهم هو أن نستعمله استعمالا جيدا بالتالي ديكارت هنا قدم الوسيلة قدم الأداة قدم المنهج قدم ما ينقص الناس حتى يستطيعوا أن يستغلوا هذه القوة الفطرية الموجودة لديهم والتي ستمكنهم أن يصلوا إلى أحكام صحيحة وإلى تمييز السيء من الجيد وخلال ذلك إذا ملتزموا بهذا المنهج الصحيح الذي قدمه لهم ديكارت ولذلك قلت أن هذا المنهج الجديد جعل المعرفة والعلم في متناول الجميع طبعا ديكارت أراد المنهج كما ذكرت أثناء الحلقة كي يتمكن من الوصول لنقطة ارتكاز يقينية يستطيع أن ينطلق منها لتأسيس منظومة معرفية كاملة وطبعا هذا ما سيحصل عند وصوله للكوجيتو الشهير الذي سأترك الكلام أو الحديث عنه لحلقة أخرى كي نوفي الموضوع حقه وشكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر